كشف الخبير الأمني حسين علاوي عن وضع الحكومة العراقية خطة أمنية متكاملة وبعضها سبراني لمنع أي هجوم أو تهكير لمواقع العد والفرز الإلكترونية فضلاً على خطة أمنية تشمل حماية الناخبين والمرشحين والمركز الانتخابية قبل وبعد الانتخابات وأوضح علاوي أن الانتخابات نقطة فارقة في تاريخ العراق وفي حال تشجيل خروق أمنية كما حصل في الانتخابات 2018 من حرق المراكز الانتخابية وتزوير الأصوات مثلاً فإن تشرين ستعود مجدداً وستشعل الشوارع